اختار الله عز وجل ترجمانا لكتابه لعباده جميعا إلى قيام السائر اللغة العربية إذن شرفت اللغة العربية بهذا الاختيار الذي شاءه الله سبحانه وتعالى اللغة العربية أفضل من سائر اللغات الأخرى تماما لكن بماذا شرفت مرة تانية بالإسلام بالإسلام شرفت ولولا الإسلام لكانت اللغة العربية خبرا من الأخبار التاريخية تسمعها وتلعلك تظنها أسطورة من الأساطير كان في أكثر من 12 لهجة عربية كل لهجة كانت عم تهدد اللهجة الأخرى بالزوال والانمحاق ولو بقيت هذه اللهجات مدة من الزمن وما جاء الإسلام تتحول اللهجات إلى لغات وكل لغة تنفصل عن اللغة الأخرى ومعت في لغة عربية ما الذي جعل هذه اللهجات كلها تتضافر في لهجة واحدة إلى لاجة قريش كتاب الله سبحانه وتعالى طيب ثم الناس في جنبات الأرض لغاتهم شتى الكردي والتركي والأفغاني والأمريكي والبريطاني وما إلى ذلك والعربي طيب ما الذي جعلهم جميعاً يصبغون ألسنتهم باللغة الجامعة التي هي لغة القرآن دين مظبوط والله لو لا العقل دين ما بتعلّبوا لغة أنا إنسان كردي الأصل ما الذي جعلني أشرف بهذه اللغة وأتكلم به هذه اللغة كتاب الله عز وجل الإسلام دخل الإسلام هيماً على كياني لا بد أن أفهم ما يخاطبني به رب العالمين إذن لا بد أن أتعلم اللغة العربية تعلمت اللغة العربية ودعيت مرة إلى الجزائر إلى منطقة اسمها بيجاية فيها أناس بربر كان هناك مساعٍ لتنصيرهم لإبعادهم عن الإسلام وكانوا يتصورون أن حقوقهم منتقصة واللغة العربية فقط يعني لا تحترم الدولة اللغة البربرية وما إلى ذلك دعيت إلى أن أذهب إليهم فأحدثهم عن الإسلام طيب كيف استطعت أن أحدثهم عن الإسلام وأجمعهم على هذا المحور الجامع الذي هو بعد العقيدة الإسلامية اللغة العربية وقفت أمامهم قلت لهم أنا إنسان ملي عربي أنا كردي أنتوا بربروا وأنا كردي إينا يا ترى شو اللي خلاني استأنث فيكم أنتوا تستأنثوا فيه شو هو الإسلام الإسلام جعلني استأنث فيكم características تansenيعني استأنث فيكم إ zarad وأنا أستأنث فيكم وعندما بها الإسلام بهالدين طيب هذا الدين هو الذي جعل الجامع المشترك في التفاهم بيني وبينكم اللغة العربية فنحن الآن نأتي إلى هذه اللغة ننهل من معينها لا من أجل قومية لا من أجل قومية تعالوا على قومية أخرى ولكن من أجل أن نفهم خطاب الله من أجل أن نعي كلام الله سبحانه وتعالى لنا إذا ما تعلمنا هذه اللغة ما رح نفهم ربي شو عم يحكي لي ما بتحب رب العالمين كلنا بنحب رب العالمين شوفوا ما الذي نفهمه من هذا نفهم من هذا أن القائمين على أمور المجتمعات الإسلامية عندما يعزفون على هذا الوتر وتر هذا الدين هذه العقيدة التي تهيمن على القلوب عاطفة ووجدانا تستطيع أن تجعل اللغة يربر عندنا عند هؤلاء جميعا لا إذا وحدة هذه الأمة تتمثل في عقيدتها والعقيدة هي التي تتبنى هذه اللغة نعم اجعل العقيدة هي أساس وحدة هذه الأمة ثم فر كيف أن العقيدة تلعب دورا فعالا كبيرا في حماية اللغة العربية شيخ الحقائق كان صوتك ملهما والحق أبلجوا لا مقالة بعده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا